اشتركوا في القناة والحي الحكومي مدينة الثقافة والفمون منطقة الاعمال المركزية حي السفارات النهر الاخضر والمطار وتم البدء في تنفيذ اول حي سكني على مساحة الف فدان بيضم حوالي 25 الف وحدة سكنية جاري تنفيذه سكن لكل المصريين كامل المرافق وفيه خدمات عامة بالإضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الحي السكني أردو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحي الحكومي منطقة للوزرات والهيئات الحكومية تفاعل فيها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لرفع كفائتها لتغطيط كافة المعاملات الحكومية بروح العصر وأصالة الماضي اتصم من عمرها اشتركوا في القناة 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 مدينة الثقافة والفنون مدينة الثقافة والفنون اتصممت بشكل متطور ضد ضم الأوبرا مزار سياحي عالمي لكل عاشق للفن في العالم ومسارح ومسارح وقاعات سينما اشتركوا في القناة منطقة الأعمال المركزية منطقة الأعمال المركزية تم التعاقد على بدء تنفيذ منطقة الأعمال المركزية اللي بتضم عشرين بورج يتوسطهم أعلى بورج في أفريقيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النهر الأخضر النهر الأخضر نهر من الشجر والزرع بيتفرع في أنحاء العاصمة بمنظره الخلاب فتصبح بيئة نظيفة خالية من العوالم اشتركوا في القناة 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 فندق الماسة على مساحة عشر أفدنا تم افتتاح أولى المشروعات داخل العاصمة بيضم منتجع سياحي وبحيرة قاعة مؤتمرات مسجد ومول تجاري كبير سيتم إنشاء مجموعة من الجامعات الدولية بالإضافة للمدينة الرياضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المطار مطار دولي على مساحة 33 كم مربعة بيسهل الحركة لكل السفراء والمستثمرين والزائرين من الخارج وتم بناء مسجد داخل المطار شبكة الطرق الرئيسية العاصمة الإدارية مربوطة بشبكة من الطرق الرئيسية تبلغ 650 كم طرق متسعة تم تمهده على حسب الكثافة السكانية للعاصمة لتفادي الزحام والتكدس المرؤي مع وجود طرق للمشاه تمنع التقاطع مع طرق السيارات شبكات المرافق اتأسست بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية وبأحدث التقنيات العالمية والأول مرة في مصر شبكات المرافق داخل أنفاء من مياه وكهرباء واتصالات لتسهيل عملية أي صيانة في أي وقت من غير حفر أو إزعج سيمينز محطات الكهرباء بتقوم بتنفيذها شركة سيمينز الألمانية المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط تعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة مع وجود مبنى تحكم لأحدث تقنية عالمية العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر